الجهاز العصبي التلقائي هو يشكل مع الغذر الجهاز العصبي في الجسم يقسم إلى قسمين جهاز عصبي هاي الجهاز العصبي المركزي شو هو الجهاز العصبي المركزي هو الدماغ والحبل الشوكي بينما الجهاز العصبي المحيطي شو هو هو الأعصاب الصادرة التي تحمل السيالة العصبية والأوامر من الدماغ أو الحبل الشوكي يعني من المركزي إلى المحيط والأعصاب الواردة أيضا تشكل جزء من الجهاز العصبي المحيطي وتحمل السيالة العصبية من المحيط إلى المركز لاحظوا كيف الفرق بيناتهم باتجاه السيالة العصبية العصاب الصادرة مثلا يلي بتحمل أوامر حركية إلى العضلات الهيكلية الأعصاب الواردة مثلا يلي بتحمل حس الألم الحواس الخمسة من المحيط إلى المركز هلأ نحن لحن نركز على الأعصاب الصادرة فقط الأعصاب الصادرة هي برجع بأكد التي تحمل أوامر من الجهاز العصبي المركزي باتجاه المحيط بالحقيقة هي على نوعين شو هنين هالنوعين؟ عصب صادر مثلا إرادي يحمل الأمر إلى العضلة الهيكلية هذا بإرادي وقت أنا بحرك العضلة الهيكلية تبع الأطراف هذا إرادي عصب حركي إرادي بإرادي لأنه عطيته الأمر عطاها الأمر للعضلة الهيكلية تقلصت لكن في عندي أعصاب صادرة بنفس الوقت تحمل أوامر أيضا من المركز إلى المحيط مثل العصب يلي بيروح إلى القلب هذا عصب صادر لكن غير إرادي مثلا وقت أنا بركض أو ببزر جهد بلاحظ أنه عضل ضربات عندي السارع عضل ضربات القلب السارعي معناته في عصب أعطاها أمر بالتسارع ولكن دون تدخل الوعي أو الإدراك لذلك هذا عصب صادر لا إرادي أو تلقائي مثل إلى القلب مثل إلى الأمعاء مثل إلى المساني مثل إلى العين حضقة العين إلى آخره شو الفرق بين الأعصاب الصادرة الإرادي واللا إرادي الفرق الوظيفي واضح أنه هذا إرادي وهذا لا إرادي لكن في فرق تشريحي كتير مهم لاحظوا العصب الصادر الإرادي الذي يحمل الأوامر من المركز إلى عضلة هيكلية أنه تتقلص لاحظوا أنه ليف واحد من مكان خروجه مثلا من الحبل الشوكي إلى العضلة الهيكلية لا يوجد أي عقدة لا يوجد أي مشبك ليف واحد بينما العصب التلقائي اللي رايح إلى القلب مثلا لا يعصي بالقلب يعطي التنبيه بزيادة عدد ضربات وقوة تقلصية لاحظوا أنه هو في الواقع ليفين ليف أول وليف تاني بلتقوا عن بعض في منطقة اسمها العقدة العصبية فجميع الألياف التلقائية تتميز بوجود عقدة عصبية هاي هي العقدة العصبية يلي هي مشبك عصبي يربط بين ليفين ليف قبل العقدة وليف بعد العقدة شو هي العقدة العصبية؟ هذا الليف قبل العقدة من العصب التلقائي اللا إرادي وما كان منشأه الحبل الشوكي وهذا الليف بعد العقدة بلتقوا عند منطقة مشبكية اسمها العقدة العصبية طبعا الليف بعد العقدة هو اللي برولها العضو المستهدف بلتقوا عند منطقة اسمها العقدة العصبية السيالة العصبية بتكون جاية من الليف قبل العقدة وتنتقل عبر العقدة العصبية بطريقة يفرز الليف قبل العقدة ويولد سيالة عصبية موازية للسيالة الأولى بالليف بعد العقدة معناته ولا كأنه فيه انقطاع العقدة العصبية هي مشبك يربط ليفين ليف قبل العقدة ولكن ليف بعد العقدة ولا كأنه فيه انقطاع يعني متل وقت أنا بربط شريطين كهرباء بها لبيت كهرباء فجميع الأعصاب التلقائي تتميز بوجود العقدة العصبية جانجليون والجمع تبعها عقد جانجليا إذن العقدة العصبية هي مشبك يربط ما بين الليف قبل العقدة والليف بعد العقدة ويجري فيها انتقال السيالة العصبية بواسطة ناقل عصبي مثل ما لحنشوف بعد شوي ولكأنه في أي انقطاع شو هي العقدة العصبية هذا الليف قبل العقدة من العصب التلقائي اللا إرادي وما كان منشأوا الحبل الشوكي وهذا الليف بعد العقدة بلتقوا عند منطقة مشبكية اسم العقدة العصبية طبعا الليف بعد العقدة هو اللي برول العضو المستهدف بلتقوا عند منطقة اسم العقدة العصبية السيالة العصبية بتكون جاي من الليف قبل العقدة وتنتقل عبر العقدة العصبية بطريقة هلأ بلكنها هي عبر ناقل عصبي بيفرزوا الليف قبل العقدة ويولد السيالة العصبية موازية للسيالة الأولى بالليف بعد العقدة معناته ولكأنه فيه انقطاع العقدة العصبية هي مشبك يربط ليفين ليف قبل العقدة وليف بعد العقدة ولكأنه فيه انقطاع يعني مثل الوقت انا بربط شريطين كهرباء بيقى البيت كهرباء فجميع الاعصاب التلقائية تتميز بوجود العقدة العصبية جانجليون والجمع تبعها عقد جانجليا اذا العقدة العصبية هي مشبك يربط ما بين الليف قبل العقدة والليف بعد العقدة ويجري فيها انتقال السيالة العصبية بواسطة ناقل عصبي مثل ما لحنشوف بعد شوي ولا كأنه في اي انقطاع بالحقيقة هذا العصب اللي شفناه من شوي قد يكون وهو المعيان المشريحي تسهيلا للموضوع نحن منشأ العصاب التلقائية كلها الودية ونظيرة الودية من الحبل الشوكي لكن اهم فرق بين الودية ونظير الودية هو مكان النشوء من الحبل الشوكي وجرز الدماغ طبعا الأعصاب الودية تخرج من أماكن معينة في الحبل الشوكي لاحظوا هاي أعصاب ودية وين العقدة هاي العقدة ديلي من نص شو ملاحظين العقدة العصبية الودية قريبة جدا من الحبل الشوكي وبالتالي الليف قبل العقدة أصير والليف بعد العقدة يلي هو بده يروح للعضو المستهدف هو طويل فالعقدة العصبية الودية تكون قريبة من الحبل الشوكي وتشكل سلسلة طبعا أنا عب بحكي عن آلاف العقد وتشكل سلسلة توازي محور الحبل الشوكي أما نظير الودية فيخرج من أماكن مختلفة عن اللي بيخرج منها الودية يعني أهم فرق هو مكان النشو لاحظوا لي كمان العقدة العصبية الودية نظيرة الودية عفوان قديش بعيدة عن الحبل الشوكي بعيدة كتير وبناءا عليه الليف قبل العقدة طويل والليف بعد العقدة أصير وبرجع بقلكم الليف بعد العقدة مثله مثل الودية هو اللي بيروح للعضو المستهدف واتجاه السيالة العصبية طبعا هيك طيب شو الفرق الوظيفة بين الودية ونظير الودية وباختصار بالمقابل الجهاز العصبي نظير الودية وتأكيدا على ذلك وعلى التوازن ما بين الودية ونظير الودية الألب يتلقى تعصيب ودي الودية يهدف إلى تسريع ضربات الألب إذا بترك الودية لحاله على الألب تزداد عدد ضربات فوق 200 ضربة بالدقيقة وأيضا يتلقى تعصيب نظير الودية في نفس الودية إذا بترك نظير الودية على الألب لحاله بصير تباطئ شديد في ضربات القلب لكن الاثنين معصبين الألب واثنين شغالين فشو لحيصير بيناتهم؟ لحيصير توازن يؤدي إلى استقرار عدد ضربات الألب ما بين 70-80 ضربة في الدقيقة اللي هي العدد الطبيعي لضربات الألب ذلك تعصيب المزدوج ضروري لمعظم الأعضاء لكن هذا لا ينفي أن هناك أعضاء تتلقى فقط تعصيب ودي الفرق الأخير بيناتهم هو بالنواقل العصبية أي عصب سواء ودي ولا نظير ودي ولا عصب إرادي إلو نهاية عصبية واتبيروح للعضو المستهدف فإلو نهاية عصبية نهاية العصبية هي اللي بتعمل تشابك أو مشبك بالإنجليزي سينافس مع العضو المستهدف ماذا يوجد على السطح العضو المستهدف؟ يوجد مستقبل نوعي بالنهاية العصبية ماذا تحوي؟ ناقل عصبية وهو مادة كيميائية مخزنة في نهاية الليف العصبية طبعا السيالة العصبية أو التنبيه العصبية عندما يصل إلى النهاية العصبية يتحرر الناقل العصبي ويمشي هالمسافة المشبكية بين النهاية وبين سطح العضو المستهدف اللي قد يكون قلب عضلة سطح نسيج معين ويعاء دموي إلى آخره بيكون هون عامل مشبك النهاية العصبية مع سطح العضو تحرر الناقل العصبي عند وصول السيالة العصبية وارتبطت مع المستقبل بطريقة نوعية وأدى ذلك إلى إظهار استجابة أو فعل فيزيولوجي يتعلق بالعضو تختلف قد يكون تسارع قلب قد يكون طبع طوق قلب قد يكون تقبط ويعاء إلى آخره استجابة فيزيولوجية ذلك الناقل العصبي هون شو بيشكل بمفهومي أنا بالفارماكو ديناميك يشكل منبه أغونيست إذا بتذكروا مفهوم المنبه المهم الناقل العصبي مهم جدا لو لوجود الناقل العصبي التعصيب لهذا العضو ما له معنى وأيضا المستقبل مهم لو لوجود المستقبل الناقل العصبي ما بيقدر ينبه العضو المستهدف أنواع الأعصاب تختلف عن بعضها بنوع الناقل العصبي يعني نوع المادة الكيميائية اللي بتفرزها من نهايتها عند وصول التنبيه العصبي هناك عصاب تفرز أستير كولين كناقل عصبي هناك عصاب تفرز نور إبنفرين السيروتونين القابة إلى آخره الودي ونظير الودي بيختلفوا بالناقل العصبي اللي بنفرز لكن قبل ما كمل خلوني أرجع لل عقدة العصبية لح أرجع للعقدة العصبية هاي العقدة العصبية شو هي العقدة العصبية؟ هي منطقة التقاء ليف قبل العقدة مع ليف بعد العقدة السيارة بتكون جاي من الليف قبل العقدة لأنه منشأه في الحبل الشوكي كيف تنتقل من الليف قبل العقدة إلى الليف بعد العقدة؟ شو بتحرر من نهاية الليف قبل العقدة؟ هو ليف عصبي؟ يتحرر مادة كيميائية هناك العصبي ترتبط مع مستقبل موجود على الليف بعد العقدة والنوع الاستجابة هون تولير سيالة عصبية شو هو الناقل عصبي هذا؟ الناقل عصبي هو الأستيل كولين إذن لاحظوا كيف انتقلت السيالة العصبية من الليف قبل العقدة إلى الليف بعد العقدة ما حالكون هذا ودي ولا نظير ودي هاي عقدة عصبية إذن الناقل العصبي في العقد التلقائي هو الأستيل كولين وهو الذي نقل السيالة من الليف قبل العقدة إلى الليف بعد العقدة إذن عند وصول السيالة العصبية إلى نهاية الليف قبل العقدة تحرر ناقل عصبي وارتبط بالمستقبل فنوع الاستجابة هنا لأنه عصب هذا نوع الاستجابة هو توليد السيالة العصبية بذلك انتقلت السيالة العصبية هذا الكلام بينطبئ على العقد التلقائية الودية أو نظيرة الودية يعني هذه العقدة قد تكون ودية وقد تكون نظيرة ودية لا تختلف اطلاقا العقد العصبية الودية عن نظيرة الودية فقط إذا بدي عارفهم مكان النشوء فقط بميز بيناتهم العقد الودية قريبة على الحبل الشوكي العقد نظيرة الودية بعيدة عن الحبل الشوكي غير هيك ما بيقدر فرق بيناتهم نفس الطريقة تمام هلأ الودية ونظير الودية فرقوا بالليف ما بعد العقدة وهو اللي بيهمنا الليف ما بعد العقدة ليش بيهمنا بهمنا لانه بروح الى الاعضاء المستهدفة الليف قبل العقدة بس وظيفته يوصل السيالة الى العقدة الليف بعد العقدة يتابع المهمة بيأخذ السيالة لين الى الاعضاء المستهدفة هذا هو الليف بعد العقدة وهي نهايته اللي عامله مشبك مع سطح العضو المستهدف شو هو الناقل العصبي اللي افرزته هو الاسيتير كولين الناقل العصبي لنظير الودي هو الاسيتير كولين لانه الليف بعد العقدة اللي يبدو ينبع العضو المستهدف يفرز الاسيتير كولين كناقل عصبي ويرتبط بمستقبل موجود على سطح العضو المستهدف مستقبل نوعي ويؤدي الى الاستجابة الابنفرين الوضع خاص بشرح يفرز من اللب اما الودي هذا هو الليف بعد العقدة للودي فالناقل العصبي اللي بيفرزه وتده ينبه عضو مستهداف هو النور ابنفرين او التسمية القديمة تبعه النور ادرينالين الودي يفرز نور ادرينالين كناقل عصبي او نور ابنفرين يرتبط بالمستقبل على سطح العضو المستهداف ويؤدي الى استجابة او فعل بيولوجي هون بيفرق الودي عن نظير الودي ذلك انا بقول اعصاب نظيرة الودي تفرز السيتير كولين والاعصاب الودي تفرز نور ابنفرين